أنا لا أفهم فضيلة الشيخ أن الحديث عن التعالي من سلفية معاصرة يقودها علماء وطلبة علم ومن خيرة رجالات هذه الأمة مثلهم مثل غيرهم حقيقة من الثيارات الأخرى لكن لا أفهم فكرة أن يكون هناك تعالية من طلبة العلم فسر لي هذه الملاحظة النقدية من قبل اكتجاه السلفية المعاصرة لا يظهر التعالي كما ذكرت لك باعتقاد أنهم هم الذين حصروا منهج السلف هم الذين يتبعون منهج السلف فقط كثرة ادعاء أن غيرهم يخالف قطعيات الدين وأصول الدين وثوابت الدين انتقاص العلماء الذين لا ينتمون للتيار السلفي صراحة مع كونهم علماء جلاء لهم جهودهم في الفقه والعلم وخدمة الشريعة والجهات حتى في سبيل الله عز وجل المعاصرين أقصد يعني من العلماء المعاصرين هذه كلها علامات طبعا مع التبديع الطوائف الأخرى السنية حتى الجماعات التي هي حركية إن صح التعبير جماعة التبليغ ويجماعة بسيطة كم صدر فيها من الفتاوى ومن الكلام والكتب وكذا جماعة الإخوان مسلمين كم أيضا فيها من التشنيع والتشديد وإخراجهم عن طائفة أهل السنة والجماعة من الإخوان من هو سلفي أكثر تعصبا للسلفية من بعض السلفيين يعني